كهربا عالية جدا والفولت عالية والكل عايز يشوف كهربا رايح فين كهربا هينور فين هيفضل منور في زمورة والله هيروح ينور في التيتش يبدو ان كهربا اللي عقد جلسة مع احد مسؤولي النادي الاهلي في الساحل الشمالي وتوصل الاتفاق للعب للنادي الاهلي الموسم المقبل كهربا اتفق انه يلعب ليه النادي الاهلي وادارة النادي الاهلي وفقت على الطلبات اللي طلبها كهربا خاصة ان كهربا بيرتكز ويرتكن على عقده اللي موجود في اتحاد الكورة اللي الزمالك موسقوش في الفترة القانونية اللي لا تتجاوز الشهرين ووسقه بعد ثلاث شهور وهو اللي بيحق لللاعب انه يفسخ التعاقب بتاعه مع الزمالك او لان عقد الزمالك مع كهربا بطل وبالتالي كهربا من اللاعبة اللي ممكن طمدي لأي فرقة في الفترة الجاية ده مش التوقيع الاول لكهربا للنادي الاهلي سبق لكهربا انه وقع في شهر يناير الماضي ولكن الامور سبتها ادارة النادي الاهلي لللاعب انه يحسم مصيره هذا التوقيت ايضا النادي الاهلي يترك كهربا لحسم مصيره اذا اراد كهربا ان يلعب في النادي الاهلي فهو موجود لعبا في النادي الاهلي واذا اراد الاستمرار في الزمالك فهو موجود في الزمالك لكن حتى هذه اللحظات وحتى هذا التوقيت اللاعب وقع للنادي الاهلي اللاعب اتفق على الامور المادية للنادي الاهلي مجلس ادارة النادي الاهلي وطبعا لجنة التخطيط ولجنة التعاقدات سيبين الحرية لللاعب رغم النوم خدوا كل الضمانات على اللاعب لعدم العودة في قراره قهربا اقتربا من النادي الاهلي اذا تمت الامور في هذا السياق واذا كان الاتحاد الكرة المصري موقف في التعاقد او تعاقد الزمالك مع اللاعب في قصة توسيق العقد النادي الاهلي هيكون عنده بعض الامور والمفاجآت مع الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية قهربا حتى هذه اللحظة ينوي اللاعب والمشاركة الموسم المقبل مع النادي الاهلي قصة كهربا رايحة على فين وجاية على فين كهربا تسلم البطاقة الدولية بالفعل لنادي افج البرتغالي وهيخوض اول مباراة لبكرة الجمعة 23 امام ريو افي الفرقة اللي كان بيلعب فيها كوكا وتحت قيادة ناسيو البرتغالي اللي كان مدير فني لنادي الزمالك مشاركة كهربا جات بعد ما طلب البطاقة الدولية من الاتحاد الدولي رفض الاتحاد المصري انه يرسل البطاقة الدولية للاتحاد الدولي وبالفعل قام الاتحاد الدولي بيستخراج بطاقة مؤقتة عشان كهربا يشارك هل قصة كهربا انتهت؟ ما انتهتش خرج علينا كهربا بفيديو وكلامه قال على الهادي يا زبادي على الهادي يا زبادي الجملة اللي قالها كهربا بيؤكد فيها ان عودته للدور المصري هتكون في شهر يناير المقبل كهربا راجع فين؟ على شهر يناير راجع على النادي الاهلي كهربا اللي العقد بتاعه باطل من وجهة نظره مع نادي الزمالك لانه توسق بعد الفترة القرونية نادي الزمالك بيقول لأ وارسل للمحامي الدولي بتاعه علشان يزبط حقوقه في اللاعب لكن كهربا محضر مفاجأ المفاجأ اللي محضرها كهربا تحديدا هي مجموعة للفيديوهات وللتصرحات اللي قدل بها رئيس نادي الزمالك اللي فيها سبه وقصف وفيها معاملة صعبة جدا للاعب نادي الزمالك السابق الفيديوهات دي والمقالات دي والصحف دي اترجمت في مكاتب معتمدة وتم ارسالها للاتحاد الدولي كهربا والزمالك قدام بعض في المحكمة الرياضية لكن اعتقد ان امور كهربا تكون محصومة اكتر خاصة ان الفيديوهات هترجع كفته بشكل كبير هما بيلعبش فقط على ان عقده باطل لا ده بيلعب كمان على عقدة الاتحاد اللي شافها داخل نادي الزمالك وهتكون دي الورقة الاقوى في الاتحاد الدولي خلال الساعات اللي فاتت كانت فيه قعدة مهمة مع احد مسؤولي النادي الاهلي والمكالمة دي كانت بعدها مباشرة للتأكيد على ان كهربا اتفق بالامر اللي يرضيه والامور الخاصة به الجانب المالي ما كانش العقبة قدام كهربا الكلام والحديث كانت العقبة في ايه اللي هيحصل لكهربا والحديث على قصة الازمة اللي بينه وبين الزمالك كهربا يحق له الانتقال لأي دوري في شهر يناير المقبل لان البطاقة المؤقتة اللي بتصدر بعد شهر واحد بتبقى بطاقة سرية وبطاقة تيمة وبالتالي هنا هو عنده مشكلة معنا ديه القديم الزمالك هتتحل في الاوقات القادمة وهتكون هي غرامة مالية لو اللاعب يعني ما قدرش يزبط حوه لان انا هقولك على مفاجهة من ضمن الملفات اللي عاملها اللاعب اللي مقدمها للقضية نقطة مهمة جدا النقطة المهمة دي هي ان هيبقى فيه بعض التصريحات والفيديوهات وتصريحات الجرائد وتصريحات اعلامية تؤكد ان اللاعب وهو موجود في الزمالك تعرض لضغوط شديدة جدا اتعرض لاهانات وا 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 ودي اللي بتثبته الفيديوهات والفيديوهات دي لما بتترجم بتوصل بالمعنى المزبوط اذا قدين كهرباء في انتقاله للدوري البرتغالي هتكون العقوبة بتاعته غرامة مالية ومش هتكون بالشكل الكبير لان الاتحاد الدولي بيحسب بقيت قيمة عقده ويبيرجعه لي الفرقة اللي كان على زمتها حيث التعويد لو شاف ان اللاعب نفسه ظلم ندي لما مشي وما كانش عنده السبب المباشر في الحالة دي بيحط له غرامة فوق فر العقد ولكن الواضح ان الكهرباء مرتب اموره بشكل كويس وبيثبت لي الاتحاد الدولي انه هو تعرض لضغوطه وبناء عليها ساب ندي ودور انه يلعب في حتة تانية وما راحش النادي اللي عايزه مباشرة وبالتالي ما كانش عنده هدف معين للخروج من ندي ده الشكل اللي بتدور بي محور القضية او كواليس كهرباء حابيت اشرح لكم الامور سريعة عشان تعرفوا الدنيا رايحة فين في الاتحاد الدولي اما هتكون غرامة بباقي القيمة المالية اللي موجودة في التعاقد او غرامة مبسطة في حالة ان ارتقى المحكمة الرياضية او الاتحاد الدولي ان اللاعب فعلا اتعرض لظلم كبير جدا لكن الواقع بيقول ان في شهر يناير المقبل كهرباء هيكون موجود رسميا في النادي الاهلي وده اللي قلناه من بدر جدا قلناه من زمان في الوطن وانتو سمعتوه وقلنا ان كهرباء كان عايز يحقق رغبة جواه ربكين الظروف داخل نادي الزمالك ساعدته انه يبعد شوية خاصة بعد المشاكل اللي حصلت مع كهرباء وحصلت مع ادارة نادي الزمالك تصرحات مهمة جدا لكن اللي خلاها اهم واكتر ان بالفعل في الساعات الاخيرة بعد ما كهرباء تواجد في القاهرة وعمل اعدة رسمية مع اعضاء من ادارة النادي الاهلي للاتفاق على الشكل النهائي اللي هينتقل به الامور هتمشي ازاي هيدفع الشرط الجزائي للفريل البرتغالي ازاي هيبدأ ييجي الفترة الجاية ايه اللي هيحصل القيمة المالية كل الامور دي ما خدتش وقت لان اصلا فيه تلفونات وفي اتصالات وفي اتفاق مبدأي من الاول على هذه الامور لكن اللي جد في هذا التوقيت ان خلاص الامور بات على المكشوف وان اللاعب بينزل مطار القاهرة بيلبس التشيرت الاحمر امح في استقباله يا فرحتك يا امح امح طبعا كلنا عارفين انه وكيل كهرباء ولكن طبعا الامور دي الجمهير بياخدها بنوع من الكوميديا لكنها احنا على ارض الواقع فعلا كهرباء نزل لها امح في استقباله وكهرباء جايب بالتشيرت الاحمر بعد وجوده في القاهرة بخمس ست ساعات حصلت الجلسة كبيرة وحصلت المكالمة اللي قلتها لكم في الفيديو اللي فات بينه وبين الكابتن محمود الخطيب لكن كهرباء انهى كل المفاوضات والاتفاقات وتحطت الخطة الكاملة عشان يكون موجود في شهر يناير المقبل مع النادي الاهلي مش كده وبس لكن رئيس نادي الزمالك وابتدت المجموعة في الزمالك تتحرك عايزة ترد هل فعلا هنقدر نشغل على لعيبة النادي الاهلي شغالين على 4 لعيبة الزمالك ابتدى يشتغل فعليا على 4 لعيبة في اتنين لعيبة الزمالك كان شغال عليهم من الاول خالص وكان بيشتغل عليهم بشكل مباشر وفاتح معهم خطوط اتصال عمر جمال اللي راح اعارة لطلاق الجيش وحسين السيد اللي كان عايز يشوف اي مخرج قبل ما القوام النهائية تنتهي في النادي الاهلي لكن الجديد ان الزمالك اكتر دخل في عمار حمدي ودخل في صالح جمعة كده اربع لعيبة عمار حمدي وصالح جمعة ودخل الزمالك ده في التوقيت ده انه يلعب على صالح جمعة بسبب المشاكل اللي موجودة بين صالح جمعة وبين ادارة الاهلي وفعلا ادارة الاهلي بتفكر انه لو صالح استمر بهذا الشكل حتى نهاية الموسم او شهر يناير والامور بقت مش مزبوطة في ظل تفوق افشة ووجود لعيبة مميزين مش هيكله دور والاهلي هيفكر ببيعه وللأ الزمالك ما يجبلوش عرض من برا علشان يرجع ياخده معين صالح لسه عقده هينتهي في عشرين اتنين وعشرين كذلك كذلك اللاعب عمار حمدي لعب جامد جدا اللاعب ليه مستقبل ربما تكون الظروف ما بتسمحش انه يشارك في توقيت معين مع النادي الاهلي لسه قدامه اربع سنين ونصف في التعاقب بتاعه مع النادي الاهلي لكن الزمالك بدء معاه برضو من بدري وبيحاول معاه يبدأ يشوف له عروض وهنشوف عروض في شهر يناير حتى هذه اللحظة الزمالك ابتدى يركز مع الاربع لعيبة اتكلم مع عمري جمال وحسين السيد من الموسم اللي فات وقبل غلق باب القيد والقايمة الاولى وانتهاء القايمة التانية قبل الموسم الجديد كان حسين السيد بيضغط على النادي الاهلي انا معاكو ولا اعارة جابوله اعارة رفض مبدأ الاعارة تماما كده الاربع لعبين دول هو اللي الزمالك شغال عليهم خلص الكلام كهربا هيلعب في النادي الاهلي بداية من شهر يناير المقبل 4 سنين ونص ده التعاقد اللي اتفق عليه ووقع عليه مع النادي الاهلي النادي الاهلي نجح خلال 48 ساعة اللي فاتت ان يخلص موضوع كهربا بشكل نهائي بعد ما خلص كل العقبات واتفق مع اللاعب والاتفاق 4 سنين ونص تبدأ من شهر يناير المقبل باختصار حصل جلسات بعض الموضوع كان فيه بعض الامور مش مشاكل لان كابتن محمول الخطيب كان تعبان وبالتالي اتأخر التليفون اللي كان هيجي لكهربا شوية هو ده اللي عمل قلق وده اللي خلى محبين النادي الاهلي اكتبوا على صفحاتهم ويبدأوا ينجدوا الناس يا كابتن بيبو الكهربا شارينة فلازم نقف معاه قصة كهربا شارينة دي كانت بالتحديد في موسم 92-93 لما الكابتن ريد عبد العال كان جاي النادي الاهلي وبعدين حصلت ازمة في المفاوضات بعدها الجمهور في مختار التتش نده على الكابتن صالح سليم وقال له رضا عبد العال شارينة يا كابتن صالح بتلف الأمور والسنين وجمهور النادي الاهلي الناس اللي كانت بتعود في المدرجات زمان يفتكروا معايا الكلام ده بيعيد نفس الكلام ويقول لكابتن الخطيب كهربا شارينة بالفعل كهربا خلص مع النادي الاهلي عاد أربع سنين ونص تبدأ من شهر يناير الجاي اي حد هتكلمه في النادي الاهلي مسؤول هيقول لك ما نعرفش حاجة احنا لسه ما عندناش قصة كهربا وخلينا اقول لكم ان قصة ان المدير الفني مش عايزه اصل فيه مشكلة اصل الامور مش ماشية بالشكل مطلوب اصل جروس بلغه وقال له هو فعلا حصل مكالمات مع جروس لكن قال له هو لعيب كويس لكن ما كانش منضبط 100% لكن في الاهلي الوضع يختلف والكلام يختلف جدا 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 بعد الاستفسار اللي خده فيلر من جهاز الفني وإدارة الكورة في النادي الاهلي قال له الوضع في النادي الاهلي يختلف مش هقول تفاصيل كتير لكن هقول لكم المجمل ان كهربا خلص مع النادي الاهلي نهائي خلص الكلام اي حد هيفضل با يقولك الفترة الجاية كهربا راح كهربا جاي كهربا النادي الاهلي تأكد تماما من صحة موقفه القانوني نحط خط هنا النادي الاهلي تأكد تماما من ان اللوايح معه هو ملوش علاقة هو بياخد اللاعب من النادي البرتغالي بياخد كهربا من النادي البرتغالي والنادي البرتغالي عنده الحرية التامة والكاملة انه يعير ويبيع اللاعب والشرط الجزائي بتاعه مع النادي البرتغالي اربعين ربعمية الف يورو شرط الجزائي ربعمية الف يورو وبالتالي يعني يعني عشان تبقوا انتوا بس عارفين نهايي قصة دي خلصت خلاص خلص الكلام فيها اقولكو برضو لو طلع اي مسؤول من النادي الاهلي طبيعي ان نقول ما بنتفوتش ما بنتكلمش احنا ما عملناش اي حاجة احنا ما نعرفش حاجة عن القصة دي انما شهر يناير مش بعيد اشتركوا في القناة